اشتركوا في القناة التي لا يرى اي بوادر على نهايتها رغم القمع الدموي الذي مارسته الحكومة تطالب بسخوط نظام الملالي وعودة ايران من اسر ولاية الفقه شعر البعض وكأن الربيع العربي قد يرى اخاه وان ما يحدث في ايران هو ربيع فارسي بامتياز يريد اسقاط نظام الظلام لتعود ايران الى احضان العدالة ولكن السؤال الذي برز ما هي العدالة التي اخذت منها ايران وتريد العودة اليها فان الشاه ومن قبله وصولا الى كسرة كانوا اخوانا للظلم منتمينا له انتماء الجذع للشجرة على جوانب اخرى البعض يرى ان هذه التظاهرات لن تسقط الملالي وربما هي مطروقة فقط للضغط على النظام الايراني ولكن فكرة اسقاط النظام الذي ساعد وافاد الامريكان في كل شيء وفي اي شيء ضد المسلمين السنة وبخاصة بعد امتداد اضروعها التخريبية في البلاد العربية والتي لا نرى معها الا الشر والشر كله فما هي الحقيقة وكيف ندرك الواقع ونستشرف السبيل حول هذا الامر يسعدني ان استضيف الباحث والمختص بالشأن الايراني ومؤلف كتاب روتوكولات ايات قم الدكتور عاطف نموس دكتور عاطف اهلا وسهلا بك وسلام الله عليك اهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته